نتابع معاكم أعزائنا مشاهدين في تغطية خاصة من القناة الأردن اليوم أيضا من حدائق الحسين احتفالات العيد الاستقلال وطبعا برعاية شركة زين نستضيف أيضا الزميل الكاتب صحفي حمدان الحاج أهلا وسهلا فيك أهلا بكتب كل المحبة يعني شكرا إلك وجودك معنا اليوم بالستوديو هذا شرف كبير إلنا وهناك احتفالات الآن في حدائق الحسين ونحتفل الآن أيضا في الاستوديو باحتفالات الوطن ماذا تقول اليوم سيدي؟ أولا شكرا دكتور رائد أنت النائب العريق والإعلامي اللي بنعتز فيه بداية أنا أحب أن أهنئ جلالة الملك الشعب الأردني بكل أطيافه ومكوناته بهذا العيد الحادي والسبعين لاستقلال المملكة ويعني كمان أنتهز هذه المناسبة لتهنئة الجميع بحلول رمضان جعله الله شهر خير على الجميع حقيقة الاستقلال يعني ذكرى مهمة ذكرى يعتز بها كل مواطن من كل فئات هذا المجتمع الأردني الطيب والاستقلال الذي يحافظ عليه الأردنيون آباء وأجداد ثم الأحفاد وأنت تعتز أيضا بأن القيادة الأردنية الممتدة منذ نشوء المملكة الأردنية الهاشمية إلى يومنا هذا وإلى المستقبل أيضا أنت تحت إرادة وتحت قيادة وتحت مسؤولية لشخصيات وطنية قيادية هاشمية رائعة يعني تأخذ المجد كابرا عن كابر منذ 1921 إلى يومنا هذا وإلى المستقبل إن شاء الله وبالتالي الكل يحافظ على أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية قوية منيعة آمنة مستقرة ويستمر العطاء في هذه المناسبات الوطنية يعني إحنا أخي حمدانا والإشي إحنا كثير مبسوطين بوجودك معنا اليوم شكرا كمان السادة المشاهدين إحنا عم نتابع البت الحي المباشر من خدائق الحسين بتخطية وبرعاية من شركة زين وأيضا بتخطية من الأردن اليوم نبث لكم الحدث مباشرة من حدائق الحسين أيضا هناك احتفالات كثيرة اليوم هناك احتفال الديوان الملكي يقيم جلال سيدنا لأبناء الوطن لنخبة من أبناء الوطن يحتفلون مع سيدنا اليوم كمان بهذا اليوم الكبير وكل مواطن أردني يحتفل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الخاص ونحن ارتقينا أنه نستضيف وجوه طيبة من الأردنيين اللي قدموا وساهموا في بناء هذا الوطن أخي حمدان أنت صحفي وكاتب ومؤرخ وعاشرة الوطن نعم كيف ترى مسيرة الأردن المسيرة ممتدة المسيرة يعض عليها الأردنيون بالنواجذ المسيرة فيها المدارس التي تلامس كل متطلبات الحداثة والرقي فيها الجامعات التي تمتد على مستوى الوطن فيها المستشفيات فيها الطرق فيها هذه الفنادق والبنايات الضخمة ليس فقط لأنها ضخمة ولكن لأنها مزروعة في قلوب الأردنيين الذين يحافظون على مكتسبات هذا الوطن بكل أريحية وبكل حميمية وبكل صدق نحن في المجتمع الأردني مجتمع متماسك مجتمع قوي مجتمع يريد الخير للجميع يعني ما دمت أنت بخير تجارك بخير والآخرين بخير وبالتالي الجميع يؤمن بهذه المقولة مجتمع متعاون متعاون متعاضد يريد الخير لنفسه وللآخرين وبالتالي الخير يعم على الجميع نحن نتأمل دائما أن تكون الفرص متاحة للجميع لأبناء الوطن كلهم وكنا نتحدث قبل قليل لما كنا نشاهد مع البث الحي من حدائق الحسين لشركة زين كنا نقول أنه كيف بدنا نبني حالة المحبة والولاء والانتماء عن بعض أبناء الوطن أنه ربما فقدوا هذا الشيء من خلال معاناتهم بدور على شغل صار عنده صعوبات بحياته معه وش فلوس كيف نستطيع أن نقنعهم بأن هذا الوطن بغض النظر كان معك فلوس ما كانش معك جعان مش جعان أخي الدكتور رائد بصراحة يعني أولا أنت ذكرت زين زين هي الشركة الوطنية المتقدمة التي يعني فيها الجانب الاجتماعي والمجتمعي متقدم على الأرباح وعلى الحديث عن مزيد من الأرباح وغيرها زين فعلا شركة متميزة يعني بمناسبة مثلا رمضان في عندها المئات من المبادرات في كل المحافظات ولا تقتصر على العاصم عمان بالنسبة للانتماء والولاء والتقديم وأن يكون تكافأ فرص يعني الشعب الأردني أو الأردن مثله مثل غيره من الدول هناك محظوظون سواء في المواقع أو في غيرها وليست عملية وراثة لكن هكذا تكون الأمور إذا إحنا مثلا طلعنا على أمريكا الآن بالإدارة الأمريكية كل المحيطين بالرئيس هم أبناء العائلة الواحدة مش بس يعني مش بس جماعة لا نختلف عن باقت الدول بالضبط فإنت إذا بتحكي أم الديمقراطية والحضارة والتقدم الآن أمريكا يعني تمارس نفس الشيء تمارس نفس الشيء فمحدش أحسن من حد الانتماء أعتقد أنه تم اختزاله أنه يعني بالدبك والرقصات الوطنية والأغاني الوطنية وهذه هي جزء من أن يكون الإنسان منتمي لوطنه وأن يؤدي هذه التقاليد الراسخة لكن أيضا ما تقدمه مهم وما تعطيه للوطن يجب أن يكون أكثر مما تأخذه من الوطن وبالتالي كلما أنت قدمت أكثر كلما كان انتمائك لوطنك أكثر لأن المقياس في الانتماء ليس المقياس بما تأخذ وإنما بما تقدم للمجتمع للناس للمدارس للجامعات الناس بحاجة الناس في وضع اقتصادي صعب وبالتالي من يملك يقدم وإذا قدم هو الذي يكون أفضل من غيره ممن يملك أو لا يملك ولا يقدم أخي حمدان الحاج كل المحبة إليك كل شكر إليك مساهمتك معنا اليوم نعتز فيها أنا بتصدر فيك دائما يعطيك العافية وإحنا نكبر فيك ونكبر بكتاباتك وكل ما حب إليك الله خبير شكرنا دكتور الرائد أنت الإعلامي اللي نحن نحترمه شكرا شكرا كل عام تبخير كل عام تبخير نتابع عزانا ومشاهدين معا هذه الاحتفالات من حدائق الحسين ابقوا معنا